لسه بتبص على المياه يا عم سليم هو أنت مش بتزهق أريد أن أسافر وأجرب كل شيء مثلك لقد أمضيت حيالتي كلها هاربا أركض وراء كل شيء اعتقدت أنه مهم لقد بحثت عن الثروة والشهرة والنجاح تخيل تقدر تحول سيناريو بسيط لفيديو كامل باستخدام الذكاء الاصطناعي يطلع لك جودة فيديو احترافية متنوعة بأي شكل أنت عايزه بدون منتاج وبدون خبرة وكمان مجانا النهاردة هنجرب مع بعض موقع اللي ممكن نستخدمه بشكل مجان لأن الموقع لسه جديد لكن مع الوقت ممكن الموقع يكون بفلوس فعندك كرسة كويسة جدا لو الناس عايزة تعمل فيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي فيديوهات طويلة زي كسس اطفال زي شروحات ايا كان حتى لو فيديوهات وسائقية انهم تتجربوا الموقع ده فلو انتم مهتمين دوسوا لايك ويلا بينا نبدأ الفيديو الموقع اللي نستخدمه النهاردة هو موقع مو بفلون موقع لسه جديد في مرحلة البيتا وبيقدم لك استخدام مجاني ولكن مع الوقت ممكن تتغير سياسة الموقع ويكون بفلوس فما حدش يجي يقول لي ان الموقع مش مجاني لو تغيرت سياسات بتاعته ودي سياسة اي موقع ان هو بيبقى مجاني في الاول وبعد كده بيتحول ان هو بيكون مدفوع اول حاجة هنعملها عشان نستخدم الموقع هنضغط على عشان نسجل حساب في الموقع نسجل حساب في الموقع باستخدام حسابك اه الجيميل او اي حساب عندك انا هختار جيميل على طول على طول هنا عمل في الموقع وفتح معايا الصفحة الرئيسية بالشكل ده الصفحة الرئيسية زي اي صفحة موقع كنا بنستخدمه ان احنا هلاقي فيها هنا مستطيل كبير بنكتب فيه تفاصيل الفيديو اللي احنا عايزين نعمله وفي هنا بعض الخصائص زي ان انت ممكن تختار اللغة اللي انت هتكتبها وبالاضافة كمان ان انت عندك هنا في وده بيساعدك في كتابة السيناريو والحاجات دي كلها ما تشمحتك تكتب اي شيء بعض الحاجات الاخرى زي المدة اللي انت عايزها ممكن تكون تمن ثواني ديئة ديئتين لو انت هتعمل مدة طويلة وكزيك لامر التحكم في الابعاد ان هي تكون رأسية او افقية وخدت بالي برضو ان في اللغات متاحة اللغة الانجليزية واللغة العربية اللي واحنا هنعمل حاجة باللغة العربية لو نزلنا تحت هنا هنلاحز ان فيه هنا فيديوهات كتير موجودة والفيديوهات دي بتكون بستايلات مختلفة والاستايلات دي معروضة عشان تختار المناسب اللي انت عايز تستخدمه مسلا انت حابب تستخدم زي ده فلو ضغطت عليه هنا على طول على على طول هيتم اضافة الموديل للمستطيل اللي فوق بحيس ان انت تعمل فيديو زيه او لو انت حابب تعمل مسلا حاجة تانية تكون زي اللي احنا كنا شايفينه في الاول ده لو ضغطت عليه على هيضيف لك ده وتقدر تعمل زيه ولو نزلنا تحت شوية كمان هيجيب لك هنا برضو موجودة من دبناها برضو لو ضغطت عليها هيجيب لك موديلز كتير اي موديل هيجيبك ممكن ان انت تختاره عن طريق ضغط على انا هنا ضغطت على فهنا اضاف لي هنا اللي هو ومفروض ان احنا هنيجي هنا بقى نكتب تفاصيل الكصة اللي احنا عايزين نعملها اول حاجة هنا هختار اللغة العربية وبعد كده هاجي هنا هكتب تفاصيل الكصة بتاعتي رحت انا هنا وطلبت منه ان هو يكتب لي قصة باسلوب لرجل اللي حاكم اسمه العم سليم ويكون الرجل ده زوج خبرة وبيمر باحداث في القصة فبدأ هنا هيالف لقصة بالشكل ده وجيت هنا حددت القصة بتاعتي اخذها كوبي وهارجع تاني لموقع وهاجي هنا في المستطيل ده اضيف القصة بتاعتي وبعد كده هضغط على العلامة الفيلم دي عشان يبدأ دلوقتي الموقع ان هو يحول السيناريو بتاعي ده لمشاهد وقصص ويحولها الفيديوهات واحدة واحدة هيبدأ دلوقتي ينفس كل التفاصيل لوحده من غير اي تدخل تاني منه زي ما احنا شايفين دلوقتي هنا بدأ ان هو يعمل الشخصيات بتاعتنا ويعمل كل مشهد من المشاهد هنا مسلا جاب مشهد زي ده للراجل الحاكم وقاعد بيشرب شاي ويبدأ ان هو ياسس كل المشاهد كل ما بيخلص مشهد بيطلع بالمشهد التاني بالشكل اللي احنا شايفينه ده عشان ننتقل بعد كده للمرحلة التانية هنا طبعا على اليمين بدأ ان الموقع هنا يزبط مشاهد كتير جدا ويختار الشخصيات وتفاصيل كتير جدا هنا اتعملت لكن هنا في المربع الكبير ده ظهر هنا المشاهد بتاعتنا هنا مسلا مشهد للراجل لو ضغطت على الصور ده هيجيب لك مشهد للراجل هو قاعد قدام النيل مشهد تاني الوقت بيتكلم معاه مشاهد مختلفة والموقع تلقائيا هيحولها لقصة بس الميزة هنا بقى ان الموقع بيحول لك الصور دي لفيديوهات الفيديوهات هتظهر فين بقى الفيديو هيزهر هنا فيديو كامل للقصة بتاعتك لو ضغطت هنا على ده لسه بتبص على المايا يا عم سليم هو انت مش بتزهق لا يوجد منظر يريح القلب مثل النيل الهادئ المشاهد حلوة بصراحة عجبني جدا الموسيقى مع الصوت الخلفية مع طريقة الكلام عامل مشاهد كويسة جدا بغض نظر في بعض الاخطاء البسيطة زي ان الشخصية ممكن تتغير من مشهد للتاني لابس طاقية في مشهد في مشهد تاني مش لابس بالاضافة ان في برضو حاجة حصلت ان هو الكلام انجليزي لكن بصراحة الحاجات دي ممكن تتعالج اما نعيد المشهد تانية اما ممكن نقص الحيطة اللي ملاش لازمة وده طبعا ميزة جميلة ان انت هنا في الموقع بتقدر تعمل دونلود اصلا للفيديو لو ضغطت على علامة الدونلود وهنا طبعا دي خاصة لو انت عايز تعدل على اي اه فيديو او مشهد من المشاهد اللي اتعملت كمان هنا بتقدر تعمل لو ضغطنا على هيحولنا هنا على المشاهد هنا بحيس لو احنا عايزين نعمل حاجة اسمها دي معناها ان انت ممكن لو فيه شايف مشهد مش مناسب ممكن تتخلي الموقع يعمله لك تاني من اول وجديد وده طبعا هنا في الفيديو كمان عندك لو انت حابب تغير الموسيقى اللي ظهرها ممكن تعدل بس هنا طبعا فيش موسيقى نقدر نختارها الفيديو قلنا نقدر نحنا نعدل على اي مشهد نعمل مشهد تاني وهنا اصلا يعني احنا هننا عندنا شخصيتين شخصيت اللي عم سليم وشخصيت ادم اللي معاه دول الشخصيتين لو انت مثلا شايف ان الشخصية حابب ان انت تعملها تاني ممكن نضغط على فيعملك الشخصية من اول وجديد بكزاك هنا اللي تم تنفيذه باستخدام الموقع مفروض ان هو هيزهر هنا تفاصيله كلها بس هنا مش ظاهر لكن تعالوا نشوف برضو حاجة تانية ممكن نعملها لو رجعنا تاني للمربع كبير ده في حاجة اسمها الاعلامة الماصدي لو ضغطت عليها بيحاولك على صفحة كده تقدر من خلالها تعمل منتاج للفيديو بتاعك بالكامل ودي بصراحة خطوة جميلة جدا بحيس لو انت فيه مشاهد عايز تقطحها تقطحها عايز تعمل اي تعدلات هتعدلها كل المشاهد اللي اللي اتعاملت هتظهر هنا معك بالشكل ده لو في مشهد ما انتش عايزه ممكن تحزفه يعني مثلا كان في مشهد اللي هو كان الراجل بيتكلم باللغة الانجليزية لو احنا مش عايزينه هنحزفه هنشغل هنا مثلا كده يريح القلب مثل النيل اله واجرب لقد انضى انه مهم ان اعتقدت انه مهم هنا مثلا مشهد ده الكلام فيه مش مزبوط خالص من اول هنا كده هاجي كده هقف هنا كده في المكان اللي فيه كلام مثلا مش مزبوط وهروح هقف على المشهد كده وبه اضغط على علامة المقص فهيقصل المشهد فهاجي هنا على الحتة اللي بايزة دي وهروح مساحها بالشكل ده ويبقى المشهد هنا هيكتصر على الحتة الصغيرة دي حاجات تانية برضو كتير ممكن نعملها زي ان احنا ممكن نتحكم في الميديا لو احنا طبعا عايزين نضيف مشهد ممكن نتحكم في الاصوات في النص النصوص لو احنا عايزين نضيف نص حاجات كتير ممكن نعملها حتى في الالوان لو انت عايز تعدل اي حاجة ممكن نتعدلها من هنا وفي النهاية طبعا لو انت خلاص الفيديو بتاعك تمام وحابب انت تنشره تقدر بكل بساطة تضغط على فيبدأ يعمل لك اخراج للفيديو تقدر تنشره على المنصات الموقع حلو جدا ان انت ممكن تعمل بديوهات سريعة لناس اللي بتطلب منها مشاريع الطلاب والحاجات دي كلها انت هتحول قصة لفيديو بالشكل ده او اي سيناريو لكصة بالشكل ده بصراحة موضوع ممتع جدا مع الموقع اللي ممكن تقدر تستخدمه دلوقتي بشكل مجاني لكن مع الوقت زي ما قلنا ممكن يكون بفلوس فعشان ما حدش يجي يقولنا ان الموقع كان مجاني او اول الموقع بفلوس والناس بتغلط فينا وطبعا هنا زي ما احنا شافين ان الفيديو تعمل لمدته حوالي دي ايه 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 استاشر سنة وده مدة طويلة كويسة جدا كان ممكن يكون اكتر لو انا زوت الكلام بتاع الكصة بتاعته وكده بقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة شرحت لك كيفية استخدام موقع موفي فلوف عمل فيديوهات طويلة بالذكاء للصناع هيسيب لكم رابط الموقع في وصف الفيديو تقدر الوقت ان انتم جربوا بنفسكم قبل ما يبقى بفلوس اتمنى تكون استفادتم من الفيديو لو عجبكم الفيديو يا ريت اتصووا لايك وتسيبوا رايكو في تعليق لو انتم مش مشتركين في القناة اشتركوا فعل زر الجرس عشان اوصلكم اشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة وفي النهاية السلامة